نسبة السعودية أعلن عن وفاة الشيخ فهد القاضي في المعتقل من زي زي ماءة الشيوخ المعتقلين عاجل تأكد لنا أن الشيخ المحتسب فهد القاضي مات نتيجة الإهمال الصحي المتعمد داخل السجن وقد تم نقله قبل ساعات فقط من وفاته إلى المستشفى رغم احتياجه للعناية الطبية منذ أكثر من أسبوع نتيجة تدهور طارق على صحته اللهم مرحم فهد القاضي وصبر أهله وعيلته ومحبيه وارزقه الفردوس الأعلى واجزيه خير الجزاء عن ما لاقى من ألم في هذه الدنيا فهد القاضي شيخ اللي تم اعتقاله بدون أي جريمة زي وزي المئات على إثر خطاب النصيحة السري والخاص يبدو أنه هو وجه الله يرحمه كان نصيحة لمحمد بن سلمان أمر محمد بن سلمان بالقبض عليه وسجنه وتمت التحقيقات مع الشيخ فهد القاضي وأحيل للقضاء وحصل على حكم البراءة لعدم وجود ما يدينه وجه خطاب سري وخاص زي ما بيقول موقع ميزان العدالة بخصوصه قال لك الشيخ فهد السليمان محمد القاضي وأحد الدعاء والنصحين عرف بين أهله وأصحابه وطلابه بسمته وابتسامته وأدبه وتواضعه وخشيته محب للخير تقي زاهد ورع عابد تعجب من صدق توكله على الله وثقة به إذا دخل صلاة يطلها فنافلة عادة قارب النصف ساعة قبل ست سنوات تقريبا قدم الشيخ فهد القاضي خطابا سريا للحاكم وقيادات الشرعية في الدولة احتوى ثناء عليها وعلى التجديدات الحادثة فيها وختم خطابه الخاص والسري بنصيحة لولاة الأمر حول المنكرات الواقعة فيها باسلوب مهذب ولغة راقية على إثر خطاب النصيح السري والخاص أمر ابن سلمان بالقبض عليه وسجنه وتمت التحقيقات مع الشيخ فهد القاضي وأحيل للقضاء وحصل على حكم البراءة لعدم وجود ما يدين طيب رفض محمد ابن سلمان الحكم الصادر من المحكمة وأمر بسجن قاضي المحكمة الذي حكم في قضية الشيخ فهد القاضي اللي حكم للشيخ فهد القاضي القاضي اللي حكم للشيخ فهد القاضي بالبراءة أمر بسجنه من محمد ابن سلمان ووجه بإعادة محكمته وأعيدة محكمة الشيخ فهد بعد اختيار قضاء يحققون رغبة مين به سيم بعد جلسات طويلة ومملة وتأجيل النطق بالحكم لعدة مرات تم الحكم على الشيخ بالسجن ست سنوات مع وقف التنفيذ لسنتين ونص بهذلك انتهت فترة الحكم على الشيخ فهد القاضي وكان أهله وأسرته ينتظرون خروجه وتأخر الخروج يعني حتى القضاء اللي جمع المآس عشان يحكمه بما يريده محمد ابن سلمان حكمه بوقف التنفيذ اللي هو الفترة اللي أضعها طول الفترة اللي فتت عشان يقدروا يطلعوا الحكم ده فكان لازم يخرج أو هكذا تخيل وكان أهله أسرته ينتظروا خروجه وتأخر الخروج فهل كان لهذا التأخير من هدف ورحل فهد القاضي نحتسبه شهيدا ولا نقول إلا كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام إن العين لا تدمع والقلب لا يحزن ولا نقوله إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقه لمحزنه جنازة حاشد ما تجيبش آخرها حضرها الشعب السعودي لتوديع الشيخ فهد القاضي والمشهد من العاصمة الرياض شايف العدد؟ سبحان ربك سبحان ربك شفت بعض التعليقات على وسائل تواصل يقولك يعني وكل دول سبوه معتقل ليه الرعب رعب يا صديقي الجنازة الجنازة كانت حاشدة للمعتقل الراحل الشيخ فهد القاضي موسيقى 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 وداع الالاف رسالة من رب السماء لأهل الأرض بإنه بإذن الله بإذن الله داخل في رحمة ربه هذا ليس وداعاً مصنوعاً هذا وداعاً إلا حضري حتى الوداع مع الناس عارف أنه موضوع قد يكون خطيراً في بلد زي بلدنا فإنه يودعك هذه الأعداد بما شاء الله لقوة إلا بالله المهولة فدي رسالة الوداع كان صامتاً ده الشيء مثل الوداع في مقر العربية السعودية ولكن العدد والحشد رسالة بإذن الله بإذن الله إنه خير الجزاء لفهد القاضي الذي دعا وودعه آلاف مؤلفة الله يرحمه ويصبر أهله ومحبيه وكل أتباعه الله يرحمه بمناسبة المملكة العربية السعودية راغب علامة طلع يقول في السعودية إنه كان نفسه إن محمد بن سلمان يقود مظاهرات السعودية على الدعم الدائم اللي قدمته للبنان للشعوب العربية بشكل عام دائماً خير المملكة كان موجود نحن اليوم بلبنان نعيش حركة فورة شباب والصبايا لقوا إنه هذا الفساد يلي كنا دائماً نقول نتمنى بدنا حدا زي زمو الأمير محمد بن سلمان يجي يزفر معرض باربع رخص لشان كياه لما طلع في الحراك في لبنان نقول لكم يا جماعة هنانيكم هؤلاء هؤلاء رقصين طبالين آكلين من كل الصحون والموائد قال لك نفسنا في لبنان لا هو محمد بن سلمان بيحكم لبنان هههههههههه مع حسن نصر الله راغب علامة اللي كان لسه بيدعم السيسي دي الظاهرات الشعبية بيقول كده على محمد بن سلمان اللي عنده أغلى يخت في العالم أنا راغب علامة أنا مواطن لبناني عربي لكن أعتبر مصر بلدي أنا أدعم مصر رئيساً حكومةً وشعباً وربنا حميها بإذن الله لا تلعب بالنار بتحرق صبيعك اللي بيشتري بيرجع يبيعك راغب علامة تعرض لهجوم شعب كبير فاضطر أن يقول هذه الكلمات بعد الهجوم الكاسح فعاوز يلبسها للصحاف لعيب يا وات حق الرد أنتم جريدة المفروض أنها محترمة أتمنى أن لا تحوروا كلامي قلت يا ريت عندنا شخص مثل الأمير محمد بن سلمان الذي حاسب الفاسدين ووضحهم في السجون يا جماعة أنتم استمعتوا معايا يعني بصراحة يعني مش عارف لو الجمل دي تقالت أولا مقصوصة قلت يا ريت عندنا شخص مثل الأمير محمد بن سلمان الذي حاسب الفاسدين ووضحهم في السجون وقلت أن الشباب والصبايا الثوار قد قاموا بالمهمة وثانيا أنا أكرر كلامي يا ريت عن رجل مثله لكي يضع الفاسدين والسارقين في السجون يعني حياة حياة بهتة يعني أفحمنا عارف قصف جبهة الناس معاين 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 دي بقت خطيرة جدا الأيام دي معاين أنه يعني أولا راغب ما قالش كده خالص أنا عيدي الكلمات أو ثانيا راغب ما قالش كده وأولا بحق ربنا يا شيخ يا راغب هو محمد بن سلمان حبس اللصوص برضو كان حبس كان في فندق كان اسمه ايه الريتس كان حبس اللصوص ولا من ينازعونه الملك ولكي يعطيه درسا أنني اللي يقرب من الكرسي ده أنفخه على رأي واحد صاحبنا أو واحد عدونا وسانيا قلت لك وسانيا راغب ما قالش كده لكن الهجوم الكسح خلاي حورها وهو أستاذ التحوير على الدعم الدائم اللي قدمته للبنان للشعوب العربية بشكل عام دايما خير المملكة كان موجود نحن اليوم في لبنان نعيش حركة خورة شباب بالصبايا لقوا أنه هذا الفساد لكننا دايما نقول نتمنى بدنا حدا زي زمو الأمير محمد بن سلماني ايش يزفر شوية شكرا شكرا للمشاهد